اشتركوا في القناة 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 تحدثنا اعزاء الطلاب في تعريف الانضباط الذاتي ان هناك معايير للانضباط الذاتي منها حب النظام ومنها التحكم في الذات ومنها ايضا تحمل مسئولية وهنضيف الى هذه الوقت ايضا الثقة بالنفس لاحظ ان الانضباط الذاتي يحتاج معيار وهو ان يكون لديك ثقة بالنفس حيث تعد الثقة بالنفس صفة اساسية ومعيار اساسي وضروري لكل انسان يريد التفاوق والنجاح اذا اردت التفاوق والنجاح لابد من انضباط الذاتي لكي تحقل الانضباط الذاتي لابد من ثقتك بنفسك وحبك للنظام ايضا وتحكمك بنفسك ايضا وتحملك للمسئولية هنتحدث الان بالتفصيل على ثقة بالنفس ومعيير الثقة بالنفس مفاتيح الثقة بالنفس اول عنصر واول مفتاح معايا وهو النجاح في العمل النجاح الى نجاح واستمرار النجاح دائما ما ينعكس على الشغطية ولكن ليس معنى ذلك اذا كان هناك فشل في البداية ان ينتهي الثقة بالنفس الفشل في البداية تستفيد منه خبرة لكي تصل الى النجاح لذلك بعض الناس يفهم زيب نقطة خطأ ان اذا كان هناك فشل لا يوجد ثقة بالنفس لا دائما في بداية الطريق والتعلم يحدث هناك بعض الاخفاقات ولكن هذه الاخفاقات ينتج عنها ونستفيد منها ان نصل الى النجاح ونحافظ على النجاح ونصل القمة ونحافظ عليه لذلك كلما زاد النجاح زادت عملية الثقة بالنفس العنصر الاخر والمفتاح الاخر العزيمة والاسرار هناك كثير من الافراد ليس لديه مقاومات النجاح ولكن يعود ذلك بعزيمة واسراره بالرغم انه ليس لديه مقاومات ولكن العزيمة والاسرار واستغلال كل الامكانيات تؤدي في النهاية الى النجاح والثقة بالنفس فلذلك العزيمة والاسرار والطموح هو عامل مهم جدا يؤدي بك الى النجاح والثقة بالنفس المفتاح الثالث وهو التغلب على مشاعر الخوف والخجل الخوف لابد ان يكون موجود ما في مشكلة وطبيعي في البداية نكون خوف وخجل ولكن الخوف والخجل لا يتعدى خمسة في المية عشر في المية لانه يجعلك حريص وعندما يكون هناك حرص من هذا الخوف يؤدي بك الى النجاح والثقة بالنفس اما ان يصل الخوف والخجل الى خمسين ستين سبعين في المية فهذا مؤشر للفشل وعدم النجاح لذلك احنا بقول لحظيتك الخوف موجود عند جميع البشر ولكن تتفاوت المقادير كلما كان هناك خوف بسيط هذا كان عامل للنجاح اما اذا زاد عن ذلك اكثر من خمسين في المية فقد يؤدي الى الفشل وعدم الثقة بالنفس المفتاح الاخير وهو كن فخورا بنفسك وبأسرتك كثير من الناس يشكل لهم ماضيهم سواء كان مديا او اجتماعيا او علميا يؤثر عليهم وعلى موقفهم الآن وطموحهم ونجحهم كل هذا انتهى اهم شيء ما هو وضعك الآن عن طريق العزيمة والاصرار وتحدي النفس تستطيع ان تكون لماضيك لذلك حتى ماضيك هذا لا تخجل منه كن فخورا بنفسك واسرك وماضيه بل كن فخورا انك تغيرت الماضي الى ما هو افضل الآن وجعلت نفسك انسانا ناجحا قويا لديك ثقة بنفسك ومتميز في وسط الاخرين ايضا يجب اثناء بحثك عن الثقة بالنفس ان تتعرف على جوانب التميز والتفوق عندك لكي تكتسب الثقة بالنفس يتطلب منك ان تعرف نفسك بصورة حقيقية طب الصورة الحقية كيف اعرفها تضع يدك على جوانب التميز والتفوق عندك وليس ذلك فقط بل تستسمر هذه الجوانب لكي تزدهر وتنمو وتصبح تميز بها عن الاخرين اما لو تركت التفوق والتميز كما هنا هناك من سيساويك لذلك لابد ان تطور نفسك يوما بعد يوم اما الجوانب الاخرى التي يجب ان تطلب المساعدة من الاخرين لكي تنميها للمواطن الضعف قد يساعدك المعلمة قد تساعدك الاسرة او قد تساعد ان تنفسك بنفسك عن طريق التتريب والبحث والاطلاع الاخر لذلك لكي تصل الى الثقة بالنفس والانضباط والنجاح داخل الاسرة والمجتمع لابد ان تبحث عن جوانب التميز والتفوق وتنميها وتستسمرها وتزدها كل يوم كذلك ايضا مواطن الضعف ان تعالجها قدر الامكان لكي تصل الى التفوق والثقة بالنفس حتى ننظر المثال لعب كورت القدم مثلا المهارة التي لديه دائما ما ينميها اما لو توقف عندها سيسبق الاخرين ويزبق من هناك افضل منه واغلى منه في الملاعب لذلك تجد ايضا كل من لديه مهارة يبحث دائما عن تمرين اكثر يشاهد مباراة اكثر لكي يتعرف على جوانب اكثر في مهارته الموجودة وينميها ويستسمرها لذلك انت نفس النظام يجب عليك ان تنمي مواطن القوة لديك وتعالد مواطن الضعف لكي تصل الى مكانة متميزة داخل مجتمعك واسرتك في ناية الدرس بعرض مع حضراتكم بعض من الطرق التي تساعد على زيادة المساقة بالنفس اتمنى من حضراتكم تقرؤها جيدا وتستعبوها جيدا وبالتوفيق دائما كان معكم موسى من زناية المعلم التربية المهنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر